عقدت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأربعاء ندوة بعنوان الإعلام المرئي الرسمي ودوره في التوعية الصحية بحضور عدد من أعضاء البرلمان الأردني وممثلي وسائل الإعلام المرئي والمقرؤي والمسموع وممثلي المواقع الإخبارية الإلكترونية رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رئيس مجلس إدارة مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الأستاذ الدكتور عمر الجرح أكد على أهمية الإعلام الوطني بكافة أنواعه ودوره في التوعية الصحية مؤثم من المبادرة مستشفى الملك المؤسس وتلفزيون الأردني بطرح فكرة التشاركية البناء بين القطاعات التعليمية والصحية يعتبر الإعلام المرئي من أكثر الوسائل تأثيرا في النفوس لأن النفوس تنجذب إلى ما تراه وتسمعه أكثر من أي وسيلة أخرى ولهذا لا بد أن نجعل منها وسيلة للوصول إلى عقول الناس بطريقة تحافظ على قيمهم ومرادئهم من خلال خطة إعلامية مدروسة وهادفة خاصة في المسائل التي تتعلق بصحة المواطن وسلامته وفي ضوء التطور التكنولوجي وانتشار الإعلام غير التقليدي لتلبي بذلك معايير ومتطلبات الجمهور وتواكب مخرجات الثورة الرقمية التي أدت إلى توفر المعلومات وتعدد الخيارات مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الأستاذ الدكتور إسماعيل مطالقة قال أن الأعمال الاجتماعية بمعانيها المختلفة والتي تكون في مجملها مسؤولية فردية واجتماعية وجماعية تعكس الترابط الاجتماعي والعمل التكافلي حيث يلعب الإعلام بكافة وسائله المقرؤة والمسموعة والمرئية وبتشاركية جادة مع مؤسسات الغطاع الصحي دورا مؤثرا وكبيرا وفاعلا لقد جاء هذا اللقاء بمبادرة مشتركة بين مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي والتلفزيون الأردني لإبراز مدى أهمية ودور وسائل الإعلام المرئية في الارتقاء بالمجتمعات وتثقيفها صحيا وزيادة منسوب الوعي الطبي بحضور مميز لقامات وخبرات طبية وإعلامية نكن لهم جميعا كل التقدير والاحترام إن بناء المجتمعات القوية يعتمد على بناء الإنسان الذي يعتبر القاعدة الرئيسة والدعامة الأساسية لبناء الدول فكلما كانت النسبة العظمى من السكان قوية سليمة بصحتها الجسدية والنفسية والفكرية كانت الدولة وكان الوطن كذلك وصحة المواطن هي أغلى ما تملكه هذه المجتمعات وهي ثروة يجب الحفاظ عليها وصيانتها حيث أن الإنسان هو هدف التنمية كما هو وسيلتها والصحة هي أول متطلباته وأهم مقومات حياته مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ فراسنصير قال أن التلفزيون سيشهد انطلاقة جديدة مبنية على أساس التعاون الكامل والمشترك مع كافة المؤسسات الأكاديمية والصحية نقول بأن من واجب مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراز كل هذه الإنجازات وتسليط الضوء عليها ليس فقط على الصعيد المحلي الأردنيون يعلمون بأن مستشفى الملك المؤسس صرح طبي كبير ولكن ضمن خطة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون القادمة والتي نأمل إن شاء الله انطلاقتها مع بداية الشهر الكريم الفضيل ستشهدون شاشة جديدة متجددة لشاشة الوطن شاشة التلفزيون الأردني سيكون هناك مجموعة من البرامج الجديدة من الوجوه الجديدة من الأفكار الجديدة وفي نهاية الندوة التي حضرها عدد كبير من الأطباء والطلبة والمهتمين دار نقاش موسع بين المتحدثين في محاورها الثلاث وبين الجمهور اشتركوا في القناة